صديقي مجاهد الاقتصاد والناس طبعا أولا أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من البرنامج ثانيا موضوع حلقتنا النهاردة حول مفهوم التنافسية يعني إيه بالزبط التنافسية؟ إيه المنتج اللي يمكن أن ينافس في السوق المحلي أو السوق العالمي؟ في مؤشرات للتنافسية العالمية؟ يعني إيه الكلام ده؟ وإيه موقع مصر بالزبط من هذا الموضوع؟ ده هيكون حوارنا النهاردة صديقي المشاهد هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء تعرف التنافسية في الاقتصاد الوطني بأنها الدرجة التي يستطيع البلد يذل أسواق حرة وعادلة إنتاج السلع والخدمات التي تواجه أذواق الأسواق الدولية وفي نفس الوقت المحافظة على توسيع الدخول الحقيقية لمواطنيها في المدى الطويل كما تشير التنافسية إلى قدرة المؤسسة على صياغة وتطبيق الاستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة للمؤسسات الأخرى العاملة في نفس النشاط وتحقق الميزة التنافسية من خلال الاستغلال الأفضل للإمكانيات والموارد الفنية والمادية والمالية والقنظيمية والمعلوماتية بالإضافة إلى القدرات والكفاءات وغيرها من الإمكانية يتناول الهدف الثاني من رؤية مصر 2030 نمط الاقتصاد التنافسي والمتنوع حيث تعمل الدولة المصرية على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تساعد على تحقيق التحول الرقمي ورفع كفاءة ودرجة مرونة وتنافسية الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال تمام رجعنا لكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين شوفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة ويعني كعادته الحقيقة منورنا ومشرفنا النهاردة في ستوديو الاقتصاد والناس أستاذنا طبعا أستاذ الدكتور محمد كيلاني أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أهلا بحاجة بكم أهلا بك فنم سلام شاني نورنا يا فنم طيب عليش حنبتدي معاكم الأول كعادتنا معاك عايش تشرح لنا كده بهدوء الله يكرمك التنفسية يعني إيه أصلا التنفسية وليه فيه هل هناك تنفسية ما بين الأفراد وما بين الشركات وما بين الدول ولا التنفسية دي قائمة على إيه بالزبط فيما يتعلق بالاقتصاد تمام التنفسية هو لفظ شامل بيحتمل العديد من المصطلحات الاقتصادية التي تعتمد على بعض الإضافات الحقيقية ليه إحنا بنسميها كاقتصاديين ميزة تنفسية اكتصاد تنفسي أو التنفسية بمفهوم أشمل هو أنك أنت تصل بيه كل القطاعات الهيكلية للدولة بتعتمد عليها فيه زيادة معدل الموازنة العامة للدولة اللي هي الدخول زيادة معدل الصدرات زيادة معدل الناتج الإجمالي زيادة الدخول الأفراد زيادة معدلات التشغيل للأفراد خفض معدلات البطالة دي كلها مصطلحات بتساوي الميزة التنفسية أو الاقتصاد التنفسية يعني مجريات أمور الاقتصاد عامة بكل ما تشتمل ده بيخش فيه ميزان التنفسية نفسها طبعا ازاي بقى التنفسية أو الاقتصاد التنفسي ده بيساوي بالزبط كده الاستراتيجيات التي تعتمد على المدى البعيد يعني أنت كدولة حابب أنك أنت هتصل فيه عشرين ثلاثين في عشرين خمسين إذا رقم معين فيه الصدرات إذا رقم معين فيه معدل التشغيل يبقى لازم أنت تبص أنت فيه بالزبط موقعك فين بالنسبة لباق الدول وعلى فكرة التنفسية هي أنه أنت يكون عندك مكونات بتعتمد على مكومات أو أشياء موجودة عندك مكوامة ماديا ومكوامة معنويا وتقدر أن تعمل لها ما يسمى بالابتكار يعني على سبيل المثال الصين مثلا كدولة وصلت إلى أنها أصبحت تاني اقتصاد عالمي بعد أمريكا لماذا وصلت إلى هذا الأمر؟ لأنها اعتمدت بشكل رئيسي جدا على أن يكون عندها ميزة نفسها في الاقتصاد بالزبط بسط على بعض المعوقات وبعض الصعوبات اللي عندها والهياك كذلك الاقتصاد المصري وأنك أنت تبص على ما هو المتاح من الموارد وما هي الإمكانيات اللي ممكن أنت النهاردة تستخدمها تستخدمها الاستخدام الأمثل تديني ميزة بقى عن حد جنبي تمام لو أنا مثلا عايز أزود كطاع الصادرات صانع قرار اقتصادي في مصر عايز أزود معدل الصادرات طيب هو عنده كطاعات بالتأكيد بتصدر خارج مصر فهو عنده مثلا كطاع الصناعات التحولية شغاله بشكل جاي جدا لكن ما أدخلش عليه بعض الصناعات اللي هي بتعتمد على الرقمانة وتعتمد على التكنولوجيا واللي أغلب الصناعات العالمية بدأت تعتمد عليها فالنهاردة هتتكلم عن التنفسية ازاي ومش موجود عندك هذه الميزة ده دي اللي احنا بنسميها الميزة التنفسية إنك أنت يكون القطاع الانتاجي اللي الدولة بتعتمد عليه بشكل رئيسي جدا فيه مدخلات عناصر الانتاج ومدخلات الموازنة العام ومدخلات قطاع التصدير مع باقة دولة التي تعتمد على نفس الكتلة السكانية تعتمد على المكومات على معدل الداخل على معدل بطالة على معدل واردات على معدل الصادرات آه يعني أنا لما بيجي قيس معدلات تنفسية ما بين دول بيبقى تقريبا الدول اللي بقى قيس بينها بتبقى نفس ظروفها نفس الظروف الاقتصادية هقول لحضراتك مثال جايق جدا وحقق أرقام هائلة في الاقتصاد المصري في الفين وستاشر اجتمعت لجنة اقتصادية مع السيد الرئيس في عام الفين وستاشر كان قرار مضمونه لأنه القرار طويل جدا انه اي منتج في مصر او مصنع في مصر او اي حد بيعتمد على صناعة او استثمار صناعي انه لما يصدر خارج مصر يبص للدول اللي رايح لها هذه الصادرات معدل التنفسية عندها عامل كامل وهل هذه الدولة بتطلب مميزات تنفسية في الجودة بتطلب مميزات تنفسية في الاسعار ما يخلي بال حضرتك التنفسية مش في الاسعار فقط ولا في الجودة لكنها بتعتمد على انه يكون عندك مفهوم ايش ملشوف الصين بتصنع دواء مثلا باسم ما هذا الدواء بسعره كام طب هذا الدواء جودته كام طب مكوناته المادية ومكوناته اللي بتدخل فيه لوعي الفاصل بالادوية فانت النهاردة لانك انت بتنافي السوق عالمي بتنافي السوق محيط ليك فمحتاج انك انت يكون عندك نظرة ابعد فاصدر السيد الرئيس 2016 قرار ان اي مصدر او مصنع في مصر هيصدر خارج مصر يلتزم بيئة المعايير الخاصة بيئة الجودة والمعايير الخاصة بعملات الانتاج وتنافسية في الاسعار مع الدولة اللي رايح لها هذا المنتج وده اللي احنا كنا كاقتصادين بنعان منه في الفين وتمانية الفين وتسعة لان كانت المنتجات بتروح وترجع علينا تاني بسبب ايه انه قولك فيه اشياء في الجودة غير مطابقة للمعايير او غير مطابقة للمعايير او اي سبب هو سؤال فان ما عنيش بعيدا على المضايا شوية هل كل دولة لها معايير محددة في البضايا اللي بتدخل لها ولا في معايير جانرال في معظم الدول بالنسبة للبضايا هقول لحضرتك مثال عشان اردها لحضرتك دولة زي السعودية او الكويت درجة الحرارة عندها ممكن تكون اعلى نسبيا من مصر فلما تطلب منتج معين فيه السيارات او منتج معين فيه الموبايلات طبيعي جدا انها تطلب انه يكون هذا المنتج بمواصفات معينة غير المنتج اللي مصر ممكن تطلبه فلذلك انت لما يكون عندك توكيل او عندك صناعة تتعلق بهذا الامر يبقى لازم هذه الدولة بتطلب معايير يبقى تلتزم لهذه المعايير لان دي انت بتحقق العقد اللي انت محتاج تصدره لان انت عايز يكون عندك استراتيجية واضحة جدا هذه الاستراتيجية بتعتمد على انك انت تدرس بشكل جيد ما هي مكوماتك وما هي مكوناتك وما الاليات وما مدى مواجهتك للصعوبات والمشاكل اللي فيها ثم تعتمد على حاجة جميلة جدا ان احنا نبتكر مشاكل جيد جدا في معدل التنفسي ده اللي احنا عايز يعني ايه بقى يعني ايه نبتكر في معدل التنفسي اللي ابتكار فيما معناه انه تطور من نفسك كاقتصاد انتاجي او اقتصاد باعتمد على النمو الاحتوائي النمو الاحتوائي عشان نفسره بشكل اوسع انه الدولة بتعتمد على ان يزيد معدل الصادرات والدولة ايضا توسع برامج الحماية ثم تعتمد على هيكل الصناع دي اللفظ الحديث جدا اللي بدأت كل دول تعتمد في انه ما بقاش فيه معدل نمو مش اي دولة النهاردة بتتكلم على معدل النمو لا بتتكلم على نمو غير دقيق يعني اه غير دقيق لان لكن النمو الاحتوائي انه يكون عندك نمو بيسمع معك في برامج الحماية زي مثلا برنامج تقافل وكرامة برنامج حياة كريمة ثم بعد ذلك يكون عندك المكون المحلي في قطاع الصادرات كبير جدا ثم بعد ذلك يكون عندك استثمار صناعي وهيكلة صناعية ثم تحديث لقاعدة الاستثمار الصناعي بشكل جيد جدا يبقى انت فعلا عندك نمو يبقى انت ماشي برنامج كما بزرطة لكن النمو القديم او لفظ النمو القديم اللي كانت الاقتصاديات بتعتمد عليه هو ان احنا مسلا يكون عندنا معدل نمو خمسة ستة من عشر طب هذا المعدل يعتمد على اي قطاع اي قطاع مسمع في هذا النمو عشان نقدر نرده نقول ان احنا عندنا نمو لكن في لفظ الحديث جدا في الاقتصادات الحديثة انه النمو الاحتواء الذي يعتمد بشكل جيد جدا على لفظين مهمين جدا اولا ان احنا نعمل ما يسمى الميزة التنفسية للاقتصاد المصر الميزة التنفسية للقطاعات التحولية ثم بعد ذلك ما هي القيمة المضافة بقى نجي نشوف بعد ما اضفنا الميزة النسبية لقطاع الصادرات لقطاع الصناعات الدوائية لقطاع الطاقة الشمسية لقطاع الصادرات غير البترولية نشوف بعد ذلك القيمة المضافة اللي ممكن اضفها على المنتج بتاعي عشان ازود من الدخل بلظبت دي كلها احنا بنسمى الابتقار بشكل جيد جدا في الاقتصاد لان الابتقار هو انك انت تنقل الاقتصاد من الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على قليات تقليدية واساليب تقليدية مش اساليب بيعتمد على معالجة قديمة جدا للمشكلات تمام؟ الى اقتصاد يعتمد على الابتقار على المعرفة على الميزة التنفسية الشمولية في القرارات ثم بعد ذلك تحقيق النتائج طب ايه الخطوات يا دكتور اللي يجب ان نبدأ في اتخاذها عشان نصل ان احنا لسه طبعا ما وصل نصل ايه الخطوات اللي يجب ان نبدأ فيها من دلوقتي عشان نصل الى هذا الاقتصاد الاحتوائي سؤال جوهاري جدا يجب اولا ان احنا ننظر بشكل جيد جدا ما هو المتاح لدينا من قطاعات يعني ايه القطاع اللي عندي انا قدرت ادخل عليه بعض الميزات وحقق طفل طب هل هذا القطاع لما انا اضفت عليه بعض المميزات وبعد الاطر اللي هي بنقول عليها المكونات الاضافية عمل عندي طفرة سمع عندي في الموازنة العامة وسمع في انهبان دي بالزبط ما انت محتاج انك انت ايضا زي ما بتبص على الارضات تبص على المصروفات وزي ما بتبص على الصادرات تبص على الواردات لان ده مهم جدا انت زي ما انت بتصدر برقم بتشوف ايضا انا بجيب بكام طيب لو انت عندك صناعة بتعتمد بشكل رئيسي جدا على واردات بنسبة تسعين في المية فيه مدخلات الصناعة دي اه فيه مدخلات الصناعة طيب وانت عايز تخلي هذه الصناعة تعتمد على مكون محل عشان توفر العملة الدولية من الخارج تمام تقوم تسمع معاك في ميزان ايه الصادرات بالزبط تمام يبقى انت بتعمل ما يسمى به بمفهوم المخالفة انك انت بتحول القيمة السالبة في معدل الواردات الى رقم ايجابي في معدل الصادرات يبقى تعتمد بشكل رئيسي جدا على انك انت تنتج هذا المكون الاستراضي وتحوله الى مكون محلي صحيح تبدأ تعمل صناعات لهذه الصناعات على سبيل المساء مصر لما جات اتكلمت على صناعة السيارات هو انت كانت الفكرة كلها او اي دولة كان بتعتمد على ايه ان احنا هنجيب كطاعات رئيسية وهذه الكطاعات نقفلها ثم بعد ذلك نقول ان احنا كوكيل لهذه الشركة اللي هو خط تجميع خط تجميع خط التجميع لا يضيف للاتصاد لأي دولة اي شيء صحيح وعلى فكرة مش لمصر ولا لكل الدول لا احنا بنتكلم على انه انت لازم تبص بشكل جيد جدا هذه الصناعة انت هتعتمد عليها بشكل جيد جدا لتغذية الانتاج المحلي ثم بعد تعبئة الانتاج المحلي هتتكلم على الصدرات ولما يحصل تعبئة للانتاج المحلي ايه اللي يحصل لفن ده ما تنخفض الاسعار لانه في اكتر من منتج فيحصل تنفسي بالضبط بالضبط دي نظرات اقتصادية ناك حاجة لكن الفكرة كلها انك انت تعتمد على انك انت تحاول القيمة السليمة في الوردات الى قيمة في الصدرات عن طريق انك انت تزود من المكون المحلي بشكل جيد جدا ثم تخفض معدل الوردات ده اللي احنا بنقول عليه انه ان انت تبص على القطاعات اللي عندك بشكل جيد جدا هذه القطاعات بتستهلكك في الوردات يجب ان تحولها الى رقم ايجابي في الصدرات طب انه ده هيعتمد على الشقين اولا المواد الرخام هل موجودة ولا لا ثانيا الناو هاو وده مهمة اوي 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 اللي هو طريق كيفية عمل كيفية تصنيع هذا الشيء عشان يبقى معمق وصناعة دخلها جوه الصناعة هل دول الاتنين دول صعب صعب توفرهم على المدى القصير لو انت تكلمت فيها كنظرية اقتصادية هتلاقيها متوفرة بشكل جيد جدا لكن على المدى البعيد انت لازم انت بدأت خطوة جيدة جدا ولازم تكملها للنهاية انك انت تعتمد بشكل جيد جدا على ان انت تدرس هذا الامر بشكل جيد طب ما هي ان بعد ذلك تعمل ما يسمى بعادة التقييم على فكرة اقتصاد المصري اقتصاد مارين جدا وبيعتمد على انه احنا عندنا موارد متاحة بشكل جيد جدا في كل الاشياء ودي ميزة على ما اعتقد يمكن ان تدخل فيه ميزات التنفسية للدولة بالضبط وعلى فكرة ممكن يكون عندك موارد لم تستغل الاستخدام الامثل وهذه الموارد يكون صادراتها ضخمة جدا وتعمل لك ما يسمى بالبنية التحتها الصناعية القوية وهذا الرقم لو انت وصلت ليه ممكن يغطي لك الواردات المستورات اللي انت النهاردة بتستهلكك لكن الفكرة كلها بشكل جيد جدا انك انت بدأت مرحلة دقيقة جدا ومرحلة صعبة في فترة ازمات في ازمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية لكن مصر في 2016 تحديدا عملت عملية جراحة الاقتصاد المصري وبدأت تعتمد بشكل جيد جدا على الاستراتيجيات في ادارة الاقتصاد شوف ايه المتاح والامكانيات المتوفرة ما هي الصعوبات وهي المشاكل اللي بتواجه هذا الامر وبدأت تحل هذا الامر بشكل جيد جدا وبدأنا نعتمد على ان احنا لسنا في عالم داخلي لا احنا كلنا ككل دول العالم والشرق الاوسط والدول الاوروبية والامريكية بتعتمد على انها اصبحت الان قرية واحدة خلافا على انه احنا بنتكلم عن النهاردة عن بعض التجامعات الاقليمية في اطار الصناعة في اطار الزراعة في اطار الانتاج المحلي في التعاون بين الدول وبعضها البعض فانت النهاردة بتستغل هذا الامر على اساس انك انت تحدث بشكل جيد جدا ايه المؤرد المتاح عندك وعايز تشتغل عليها بشكل جيد جدا في 2017 كانت اطاقة شمسية ما بتديش لنا الرقم الممتاز جدا لكن لما اشتغلنا على هذا الاطار وبدأت الدولة تدعم هذا النمط من الطاقة بشكل جيد جدا بدأ ايه اللي حصل عندنا وافرة في الطاقة الكهربائية بدأنا نصدرها بدأنا نعتمد على بدائل ثم طاقة الرياح فانت النهاردة عندك موارد كويسة جدا تستخدمها لاستخدام الامثل تصل الى الاقتصاد التنافسي وإلى ميزة تنافسية في الاقتصاد اوكي يعني في نهاية الامر استغلال او استخدام الموارد الاستخدام الامثل ده ده جزء يعني ايجابي نقدر نقول في مسيرتك التنافسية طيب حقيقة ذكرت برضو في البداية انه موضوع البحث العلمي ومحاولة الاختراع او محاولة التجويد او محاولة الخلق هل ده ازاي نوصله برضو لانه في احنا عندنا هنا جاب على معتقد كبير جدا في منطقة البحث العلمي الصناعي وفي شقاق ما بين القطاع الخاص والمخرجات بين الدولة في القطاع التعليمي هل يجب ان يكون هناك تعاون اكتر في هذا المجال لما كنا بننصح اي صنع قرار اقتصاده كنا بنقوله انت لازم تعتمد بشكل جايج جدا على تلات حاجات مهمين جدا او اربع حاجات على وجه التحديد اولا انت يكون عندك بنية تحتية عمالية قوية جدا طيب انت هتصل الى هذه البنية ازاي عندك مثلا بعض الصناعات وبعض المشروعات والشركات التي تعتمد في الواقع المصري ناجحة جدا وبتحقق ارقام كويسة جدا في الواقع المصري وخارج مصر طب الشاب النهاردة فيه الجامعة وبعد التخصصات في كليات الهندسة وخلافة لو انت النهاردة حابب تستفيد من هذا الشاب وتحوله من شخص بعد ذلك يتخرج للبحث عن عمل لا انا عايز انمي فيه فكرة ريادة الاعمال وتنمية حضنات الاعمال فيه منذ الجامعة فاعمل ايه يا فندم ابدأ اعمل رابط بشكل جاي جدا بين هزي الشركات وهزي المصانع وبين هزي الكليات التي ترتبط بتخصصه جويسة اول لو تخصصه تكنولوجيا بانا انا بادور له على شركات تتعلق بالتكنولوجيا انا النهاردة مش بقول له انا بوفر لك فرصة عمل لا ده انا بطور من شخص بحوله من شخص هيبحث بعد ذلك عن عمل او هياخد رحلة بحث عن عمل الى شخص رائد اعمال هيبقى النهاردة هيشغل الناس بالزبط وعلى فكرة الدول النهاردة واكتع المشروعات الصغيرة المتوسطة بيدعم ريادة الاعمال افكار فقط يعني النهاردة ليس رأس المال هو المحدد الرئيسي فيه الاساسمار او الصناع او الاساساسمار الصناع بشكل جاي الفكرة اهم دلو الافكار هي التي تصنع الدول في هذا التوقيت اذا كان الشاب النهاردة لديه فكرة تعتمد بشكل جاي جدا على انك انت تاخد المعلومات وتحول لي الى بيانات وهذه البيانات تحول لي الى قرارات وهذه القرارات تحول لي الى صناع على الارض اوكي الدولة هتدعمها الدولة النهاردة هتحددلك بموجة بدراسات الجدوى من قطاع المشروعات الصغيرة ومتوسطة ايه الاوجه اللي انت النهاردة تشتغل عليه وبتبدأ توفرلك البنية التحتية والمكومات وخريطة الاساساسمار ناجحة جدا فالفكرة كلها انه نرجع للاجابة الرئيسية انه ربط المرحلة التعليمية بي المرحلة العملية مهم جدا في مخرجات العملية هذه العملية طيب تاني حاجة انت عندك قاعدة صناعة وعندك تحديث لقاعدة صناعة وعندك اعادة هيكلة للمشروعات المتعسرة دول تلات حاجات مرتبطين ببعض اللي هي انفصلة عن بعض تمام ازاي بالزبط اي صناعة النهاردة يا فندم اكيد جدا بتمر بعد التعصرات طيب انت في هذه اللحظة كصانع قرار اقصار تتدخل في هذا الامر في هذا التوقيت ليه بقى لانه انت النهاردة هو اليد الامنة لانقاذ صناعة في هذا التوقيت وده اللي عملته الصين والهند النهاردة بنتكلم عن حجم احتياطي ضخم جدا بنتكلم على حجم صادرات انتاجية ضخمة جدا من بعد دولة كانت بتعتمد على بعض الاليات البدائية جدا صحيح لازاي؟ اي عملوا الخطوة دي ازاي؟ بالزبط قدروا النهاردة يعملوا قاعدة عملية ضخمة جدا بتعتمد بشكل رئيسي جدا على التكنولوجيا اول شيء ادخلوه في ازهان الشباب وازهان العمالة لديها انه انت لازم يكون انت مؤهل تكنولوجيا للعمل في هذه الصناعة يعني كصناعة بدائية مش عادة كشغالك في مصنع نسيج او مصنع صناعة ملابس وتيجي اخر الشهر تقبض وخلاص لا ده عايز ينمي الصناعة وينمي العقل البشر بشكل جاي جدا عشان يعتمد على الاليات لانه عند استراتيجية على المدى البعيد وبالتالي انت نهاردة لازم تأخذ هذا المنح في هذا الامر اذا كان هناك مصنع متعسر فيجب ان تأخذ هذا المصنع الى مرحلة الابتكار الصناعي تشوف اي دولة النهاردة ناجحت في هذا القطاع الصناعي وتحدث قاعد الصناع وفقا لهذا النمط يعني ما تقولهش انا اديك فلوس عشان تشتغل واخدك من العصرة الصناعية الخاصة بيك لانه هيوقع تاني في نفس القص لكن انت نهاردة لما تقوله لان عندي افكار ابداعية وعندي دولة كنمازج استرشادية اقدر انقلك من صناعة تقليدية صناعة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا انت نهاردة فتحت له ابواب جميلة جدا في الواقع الاقتصادي حتى لو هيبقى ليها تكلفة اعلى شوية ولكن مرضودها على اللونج ران زي ما بيقولوا احسن كتير كتير جدا طيب تالت حاجة والمهمة جدا تحديث قاعد الصناع لو انت نهاردة لديك صناعات بتعتمد بشكل جاي جدا على بعض الاليات التموينية زي البنزين والسولار وخلافة في قطاع السيارات هذا على المدى القصير ممكن يكون له نوع او بعد غير تنموه بالشكل الجاي جدا لكن لو انت النهاردة عايز تحدث قاعدة الصناع وتستفيد من الوضع الاقتصادي العلامي والخريطة الاقتصادية اللي بدأت تتشكل في كل دول العالم على سبيل المثال انت النهاردة في علامات صناعية ظهرت في الواقع الحالي ما كانتش موجود وفي علامات صناعية اندسرت وفي علامات صناعية متأثرة وفي علامات صناعية بتبحث عن اسواق ومش لاقي اسواق تشتريها طب هل بمناسبة كلامنا حاجة بتقوله ده هل دي تعتبر فرصة لأي رائد اعمال او لسوق زي سوق مصر انه يبدأ فيه سد بعض الفراغات اللي حصلت بعد المشكلة الاتصادية العالمية اللي موجودة هل دي فرصة بالنسبة لنا ولا ممتاز جدا السؤال ده لانه بشكل جاي جدا ده ترح في المؤتمر الاقتصاد اللي كنا حاضرين فيه الفكرة كلها انك انت في هذا التوقيت هو توقيت البحث عن صناعات حديثة وعلى فكرة لو خفضت التكلفة وقدرت تعتمد على جودة اعلى وقدرت تعتمد على معايير جودة وتنافسية اشمل النهاردة انت هتاغذل اسواق العالمية لان انت عندك صناعة وعندك قوة بشريئة كويسة جدا انت محتاج تهيكل هذه القوة حتى تعتمد على التكنولوجيا زي ما حصل فيه تجربة الهند عايز تعتمد بشكل جاي جدا على انك تحدث قاعد الصناعة زي الصين عايز تعتمد بشكل جاي جدا على انك انت تعتمد على التجربة التصوكية ضخمة جدا كما فعلتها مثلا اي اي دولة بتعتمد في الشرق الاوسط على هذا الرامل والسعودية والامارات قدروا النهاردة يكون عندهم خطة تسويقية كبيرة جدا على فكرة والصناعات ممكن ما كانتش تهيئة في الوقت نفسه بس التسويق موجود التسويق مهم جدا جذب ليهم استثمار اجنابي ضخم جدا وبدأوا يستخدموا هذا الاستثمار في التنفيذ على الارض وبالتالي نجحوا لان التسويق مهم جدا يعني الفترة الحالية بيليها قاعدة يا دكتور محمد هل اسوق المنتج قبل ما انتجه ولا انتج المنتج وبعدين اسوقه اني الاول ولا مش شرط بقى كل قطاع شكل كل دولة بتعتمد على معايير معينة في بعض الدول لديها بعض الصناعات اللي ممكن تعمل لها خطة تسويق مستقرة زي ما بنقول لكن في صناعات اخرى عايزت تدخلها عندها وعايزت تعمل لها تجربة في الواقع فنهاردة تسويق تقول والله ان عندي قطعة استثمارية في منطقة ما هذه المنطقة قريبة لاحد الموانئ هذه الموانئ لها مميزات مع دولة ما وبالتالي هذه الموانئ هتساعد انك انت تغذو اسواك ما وما يبقى في الحالة دية انت نهاردة بتسويق لفكرة وليس الى مشروع وده موجود في الواقع في الاختصاد العالمي وده موجود في الواقع كل دولة بتعتمد على بعض المعايير اللي وفكا لمكوامتها مستقرة او غير مستقرة ومن وجهة نظر حديث مصر يمكن ان تلعب على النقطتين لان احنا اقتصاد مرن زي ما حياتك كنت بتقول ممكن ده وممكن ده بالزبط مرسي يا دكتور محمد ما عليش تعبت حياتك معايا النهاردة ولكن يعني اقعدته طبعا استادنا الاستاذ دكتور محمد كلاني شرح الوضع بشكل شامل جدا الحقيقة فين احنا مقارنة ببعض الدولة الاخرى وايه اللي يمكن ان يضاف لمفهوم التناول لانه المفاهيم الاقتصادية القديمة زي ما الدكتور محمد كان بيشرح لنا ما بقتش تتماشى قوي مع الحديث والمنظومة اللي لسه بتتغير وبتتشكل للمستقبل المنظومة الاقتصادية يعني ودي فرصة زي ما الدكتور محمد كان بيقول الى وجود حلول اخرى خارج الصندوق التقليدي للاقتصاد للنهوض بالدولة وبصدراتها الحقيقة بنشكره شكر جزيل للغاية استادنا الاستاذ دكتور محمد كلاني استاد الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي نشكرك صديقي المشاهد وان شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس شكرا 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 شكرا